في خبرنا الأخير من المتوقع أن تتأثر الدولة بمنخفض جوي يوم الجمعة سادس من يناير حتى الأحد الثامن من يناير هذا ويتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية باردة يستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحيانا خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة وتنشطأ الرياح وتكون قوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق كما تتدنى الرؤية بسبب الأتربة المثارة لأقل من ألفي متر على بعض المناطق الشرقية وعن حالة البحر يكون مضطربا أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان هذا وهبت السلطات بالجمهور بأهمية الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع الأمطار وتوخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات حالة طول الأمطار وهبوب الرياح النشطة كما نصحت بعدم ارتياد البحر في حالة طرابة ترجمة نانسي قنقل